بما يبدو وبحسب الصور الواردة على شاشتنا بأن هناك قصفا يستهدف الضحية الجنوبية لبيروت إذن الغارات الإسرائيلية ما زالت تتواصل وتستهدف عدة مناطق في لبنان إن كان في الجنوب أو حتى في البقاء حيث تستهدف غارات إسرائيلية منطقة المصنع الحدودية بين سوريا و لبنان وفي آخر التحديثات الميدانية غارة إسرائيلية تستهدف الضحية الجنوبية لبيروت يأتي ذلك بعد سلسلة من الإنذارات التي أصدرها الجيش الإسرائيلي يطالب السكان بإخلاء برج البراجنة وحي الشويفات الأمراء فورا تمهيدا لقصفها